موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزاء الأطفال في السلسلة التعليمية لتعليم البرمجة بلغة سكراتش يا تورا ما فائدة مجموعة أوامر القلم؟ وهل يستطيع قط سكراتش الرسم فعلا كالقلم؟ كيف يمكن للقط أن يعد الأعداد الزوجية فقط؟ لنستكمل رحلتنا الممتعة في عالم سكراتش ونتعلم المزيد من المهارات الجديدة لدينا عدة مهمات فالمهمة الأولى عند الضغط على العلم يمكنك الرسم الحر نقوم بإدراج كائن القلم ثم عند النقر على العلم لا بد هنا أن نستخدم أوامر القلم فلدينا أمرين مهمين وهي أنزل القلم بمعنى أرسم ارفع القلم بمعنى لا ترسم ونابد لنا أيضا من استخدام التكرار والشرط لأن هنا لدينا حالتين في حال نزول القلم وفي حال رفع القلم ما هو الشرط يا تورا سنتعامل اليوم مع التحسس؟ فالتحسس عبارة عن أشياء لا تستخدم بمفردها وإنما تستخدم مع تكرار أو مع جمل شرطية أو مع عمليات فإذا كان زر الفأرة مضغوط ينزل القلم وإلا فإن القلم يرفع ولا ينزل لا بد هنا من وضع أمر اذهب إلى مؤشر الفأرة حتى يتحرك كائن القلم مع مؤشر الفأرة باستمرار يتبقى لنا أن نحدد لون القلم فلنبحث عن ما يخدمنا وجدتها هذا هو الأمر الذي يتحكم في لون القلم كيف يمكن أن أغير هذا اللون؟ سأنقر نقرة واحدة هنا وأنقر على اللون الذي أريد من هذه الشاشة هنا هناك اللون الأحمر فيمكن أن أنقر عليه نقرة واحدة فيتغير لون القلم أيضا يمكننا تغيير حجم القلم فبدلا من واحد مثلا لأجعل حجمه ثلاثة نجرب المشروع الآن نلاحظ أن القلم يكتب من منتصفه ما هذه المشكلة؟ لا بد لها من حل فلنذهب إلى المظاهر ثم تحديد مركز المظهر لأسحب هذا المركز إلى رأس القلم نلاحظ أن الرسم لا يمسح فالأبحث على أمر المسح نعود مرة أخرى للمقاطع البرمجية وأضع امسح في بداية المشروع ففي كل مرة أبدأ مشروعي تمسح الشاشة جميل جدا أتممنا المهمة الأولى المهمة الثانية عند الضغط على العلم يبدأ البطريق بالعدد التصاعدي مبتدئا من الرقم واحد في هذا التدريب سنتطرق إلى المتغير وهو مكان في ذاكرة الحاسب تخزن فيه البيانات وتعطص من معينا فلنتخيل أن المتغير عبارة عن نعاء أضع فيه بيانات معينة مثلا أرقام أضع فيه الرقم الأول مثلا ثلاثة ثم أضع الرقم الثاني فيقوم بحذف الرقم الأول أي أن المتغير الآن قيمته تسعة سيتضح مفهوم المتغير بعد أن نتم المهمة الثانية نقوم بداية بالذهاب إلى قائمة البيانات وإنشاء متغير لنسميه مثلا العدد موافق لنضع عند النقر على العلم يبدأ البطريق بقول الأرقام ففي المرة الأولى سيقول واحد ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة نلاحظ أن في الأمر تكرار فنذهب إلى قائمة التحكم ونختار كرر باستمرار وأضع قول داخل التكرار كانت المهمة أن يبدأ العد من رقم واحد فلأجعل قيمة المتغير في البداية رقم واحد ولأضعه خارج التكرار وفي كل مرة تزيد قيمة العدد بمقدار واحد يتبقى لنا أن نضع المتغير هنا ففي البداية سيكون المتغير بواحد ثم يزداد اثنين ثم يزداد ثلاثة وهكذا لأجعل مدة الانتظار ثانية واحدة بدل ثانيتين نجرب البرنامج الآن رائع نلاحظ أن قيمة المتغير تتصاعد ويقولها البطريق أتممنا المهمة الثانية المهمة الثالثة ارفع مشروعك على موقع سكراتش وشاركه مع الآخرين طبعا لا بد لنا في البداية الانضمام إلى مجتمع سكراتش ننقر على هذا الخيار انضم إلى سكراتش نختار اسم مستخدم وكلمة مرور ثم التالي نقوم بتعبئة هذه البيانات ثم التالي نكتب البريد الإلكتروني وإذا كنتم لا تمتلكون واحدا فلتدعوا والديكم يساعدكم في ذلك ثم التالي وأخيرا تم تسجيلنا ثم نضغط انطلق نعود إلى برنامجنا ونختار من ملف المشاركة على موقع سكراتش نقوم بتسمية مشروعنا مثلا العد التصاعدي ثم ندخل بياناتنا التي سجلنا بها في موقع سكراتش ثم نضغط على موافق تأتينا رسالة تم رفع مشروعك إلى الموقع نعود إلى الموقع مرة أخرى ونقوم بالدخول إلى ما يسمى بأغراضي فنجد مشروعنا قد رفع إلى هذا الموقع يمكننا أن نفتحه من هنا نلاحظ أنه تظهر رسالة هنا بأنه لا بد من تأكيد بريدنا الإلكتروني نذهب إلى البريد الوارد ثم نجد رسالة من سكراتش نقوم بالضغط على confirm my email address وذلك ليتأكد الموقع من أن بريدنا حقيقي ثم نضغط على هذا الخيار نقوم بالرجوع إلى أغراضي ونشغل برنامجنا الآن نلاحظ أن الرسالة التي كانت تظهر قد اختفت إذا أردنا مشاركتها فإننا نضغط على مشاركة ثم ننزل إلى الأسفل ونضغط على هذا الخيار embed هذا رابط المشاركة أقوم بنسخه بالزر الموس الأيمن ونضغط على نسخ عند إرسال هذا الرابط إلى أي شخص أكون قد شاركت عملي معه يتبقى لنا العمليات وهي عبارة عن مجموعة من العمليات الحسابية والمنطقية والتي لا تستخدم بمفردها فشأنها شأن التحسس وسنرى تطبيقا عملي بإذن الله فيما بعد إذن تعرفنا اليوم على أوامر القلم التحسس المتغيرات العمليات وأخيرا رفع المشروع ومشاركته أتمنى منكم أعزائي الأطفال أن تكونوا قد استمتعتم معي بتعلم مهارات جديدة اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة